ما زالت الورود تتدفق على متش الولمارت في مدينة الباسو بولاية تكساس وأيضاً على المقهى الليلي في مدينة دايتوم بولاية أوهايو بعد مقتل ثلاثين شخصاً وإصابة أكثر من خمسين في حادثتي إطلاق نار في هذين الموقعين بفارق ساعات فقط الحادثان فتحاب بل جدل حول حيازة السلاح الناري مجدداً في الولايات المتحدة ولسيما أن دوافع عنصرية حفزت منفذ هجوم الباسو العشريني باتريك كروزياس على تنفيذ هجومه بزعم التصدي لغزو الإسباني لتكساس وفق ما نقل عنه فيما لم تعرف بعد دوافع منفذ هجوم دايتون الذي قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعدما قتل شقيقته وثمانية آخرين خلال ثلاثين ثانية فقط من فتح النار عليهم عدد من النواب والمرشحين الديمقراطيين للانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل أدانوا الهجومين وطالبوا بتشديد القيود على حيازة السلاح وبذات مع بروز نزعات قومية وعنصرية في ظل إدارة ترامب بينهم رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن مطالبات رافقتها إدانة شعبية واسعة للهجومين والأسيامة في الباسو حيث ندى ترامبتة المواطنين الأمريكيين اللاتينيين أو الهسبان بدوافع المهاجم العنصرية التي يسهم خطاب الرئيس دونالد ترامب في تشجيعها البيت الأبيض هو مصدر إلهام القاتل وتحفيزه يدى ترامب ملتختان بدماء الضحايا عندما تصف الآخرين بالحشرات التي تنتشر في البلاد وتعتبرهم قتلة ومغتصبين فأنت تخلق أجواء سامة وتلهم أناس غير مستقرين عقليا القيام بجرائم بشعة حادثاء الباسو ودايتون هما الأخيران في سلسلة حوادث إطلاق نار دموية ارتفعت وطيرتها منذ تولي ترامب الرئاسة وهي بلغت منذ بداية العام 2019 251 حادثا حتى الآن